شهادة لله الأسبوع ده ومع استضافة مصر لمؤتمر المناخ نظام السيسي أثبت للعالم كله أن مصر غير دولة فعلا ملاش كتالوب ونظام لو حط حاجة في دماغه هيعملها وهتكون مختلفة ومميزة وقدرة تبهر الكوكب كله الصراحة يعني أنت متخيل يا مؤمن أن مؤتمر اتعمل 26 مرة قبل كده ولا حس ولا خبر شوية اجتماعات بردة كده وموضوع مملة وكل واحد يقول الكلمتين ويروح بلدهم غير إثارة وتشويق ولا كأن حاجة حصلت إنما يجي بريكليه عن دم الدنيا وأسع يعمل حاجة عاوز أكشن ومطردات ودون تطاطش ميك تلاقي عاوز ركح الحواري الحاجة مقومصان أيما بالواجب عاوز أكروبات وقفز حواجز مصورة صرف صحي هتضرب والضيوف هترص أولي بطوب وهتمط فوقيها بكل بهجاجة بصوا من الآخر كده من حقك كمصري أنت فخار أنا بكلمك بأمانة يعني إحنا كفاءة نحول مؤتمر عالمي ممل وكائب كده لمصرح مصر ونقلبها مراجيح وسريخ دحك محدش يتوقعني لكن بالرغم من كل ده المؤتمر نجح نجح مذهل في وش كل حقود وخلينا العالم كله يستلهم التجربة المصرية الناجحة في محاربة الانبعاثات الفكرية والقضاء على التغييرات التي تهدد استقرار المناخ السياسي في البلاد وإزاي الدولة سخرت كل طاقتها عشان تحافظ على استقرار حرارة الشعب عند المعدلات الحكومية المعتمدة لمنع اختلال النظام البيئي الحاكم وعلى جانب آخر عندي عتاب رقيق كده للشعب المصري يعني ينفع يعني المقلب اللي عملتوا في الدخلية هم 11-11 ده تسيبوهم كده انزلوا الشوارع وتعودوا انتوا في البيت تضربوا محشي عموما حصل خير واريت الدخلية تفتح شوية مع السادة المخبرين سلاح الفاكهة وخصوصا بتوع الموز فيه ناس اشتاكتوا انهم بيبيعوا كيلو ازيد من 8 و 10 جنيه وبيعملوا مصلحة من ورائكم احنا جموسا الناس اللي بتكلم عن حرية الرأي والتعبير ما احنا بنقعد معاكوا على الهوى بننتقد وبنقول اللي احنا عاوزين ايه دا لكن يهمينا كمان انا يهمني رسالتهم الاعلامية عشان اللي بيقول لك حرية الرأي في مصر حرية التعبير في مصر والناس ما بتقولش والناس ما بتتكلمش احنا عاديين معاك على الهوى كلهم 3 ساعات و 4 ساعات كل يوم 3 ساعات و 4 ساعات مننا ليكوا على الهوى ما هو انا اقعد معاكوا على الهوى بنقول اللي احنا عزينه بنتكلم اللي احنا عزينه وننتقد اللي احنا شايفينه ولو فيه ايجابيات بنتكلم عنها وضوض عين اللي احنا بنقوله من الاول ما اشتغلنا في هذا المجال والله من الاول ما اشتغلت في المجال ده يعني وانا بقدم هذا البرنامج منذ مارس 2013 مارس 2013 لحد النهاردة وقاب لها وفي الأهرام من أول ما اشتغلت في الأهرام منذ عام 87 مرحباً أنا الضفداء كامل أمامي الآن أربع بيضات تعالوا من عدها ما رأيكم قسلني لبتة بيضة بيضتان ثلاث بيضات أربع بيضات إذن كل البيضات عددها أظن لقصت بيضة واحدة هو التأكيد على أن مصر فيها إعلام حر أن أنت موجود فيه أنت بتضرب المثل في حرية الرأي والتعبير بنفسك ماشي وممكن كلامك يكون فيه شيء من الصحة لو أصدك أن في العموم يعني أن الحرية اللي سامح بيها النظام ووصلت أن حتى الكائنات الغير بشرية ممكن تأدن ببرامج يعني وجودك أنت على الشاشة دليل على حرية الروبوتات في التطبيل لا وكمية الحزق دي من غير مالفيوز يضرب وتقع من طولك ده دليل أصلاً أن البحث العلمي في المخابرات بخير يعني أنت تحديداً دون أن عن كل الإعلاميين عاوز تفهمنا أنك بتقعد بالساعات تنتقد وتتكلم عن السلبيات طب خلاص بقى نركز معاك تاني يمكن طول الوقت بتعارض وإحنا اللي مؤثرين في متابعتك وتأثرنا بقى بالإشعاعات اللي بيقولها عليك المؤيدين قبل المعارضين أنك الحبيد الأخير لسلالة الإله عرصوص إله التطبيل عند القدماء المصريين بس إحنا كده هنبدأ أن نشك في الزباط المسؤولين عن السامسون اللي بيميلولك الزنبالك ولا أنت أصدك أنك بتكلم عن إيجابيات الحكومة وسلبيات الشعب لو كده طبقى ظبطت شوي السيسي بمؤتمر المناخ الأجيال القادمة لا يجب عليها أن تتحمل نتائج أخطاء لم ترتكبها على الرغم من ذلك كله فإن هناك شواهد وعوامل أخرى تدعون إلى التمسك بالأمل في قدرة البشرية على صنع مستقبل أفضل لأجيال قادمة لا يجب عليها أن تتحمل نتائج أخطاء لم ترتكبها وفي شعوب باتت أكثر وعيا ودراية بحب التحدي ومتطلبات مواجهتي وبالسمن الباهز للتقاعس أو التراجع والأمر أيضا في حكومات تعلموا ما يتعين عليها القيام به إيه دا؟ يعني والجيل بتاعنا اللي عمل الأخطاء بس؟ لا رايز ما تبقاش متشائم كده إحنا فكرتنا عنك أنك دايما متفائل ومقبل على الحياة ما تقلقش يا جدع ما فيش أجيال جديدة ولا حاجة إن شاء الله عشان تتحمل حاجة يعني طول ما أنت موجود وبعدين ثانية واحدة أنت بتتكلم عن الأجيال القادمة؟ طب والأجيال الحالية اللي متحملة أخطاء وبلاء وسيادتك النظام؟ إيه طاكنا كفاية عليهم يعني؟ هتعبين في شكاير زي الكاتاكيت عشان إحنا اللي ارتكبنا الأخضاء؟ عمونا رايز أنا جايلك من المستقبل من عند الأجيال القادمة وبقول لك إخفى من وشهم السعادية عشان هم شايلين قبح هم كمان ومتحملين يعني وعملين يقولوا كلام أبيحة عن الديون اللي محلوبين هم كمان في سدادها ومحمود ابنك زنقهم وبيدور فيهم الضرب وبيخبط فيك رياس وحتى البلح لغى زرعته من مصر خالص وعمل يقولهم أنت هتتحملوا معايا القرف اللي ساب أبي ما توجعوش دماغي بقى السي سي نعمل في مصر على الإسراع في مسيرة التحول الأخضر وقد وضعنا في مصر نصب عيوننا أهدافا طموحة عبرنا عنها في استراجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ ونعمل بدأب على الإسراع من وطيرة التحول الأخضر من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف واتخذنا خطوات ملموسة نحو إحداث تحول هيكلية في القوانين والتشريعات وقاليات العمل الحكومية بص أصلا هو كلام حلو يعني وإحنا عارفين إن نيتك خير يعني ومش أصلا تسف علينا بس ما تتكش أوه على حكاية اللي أخضر دي وتقع التكرر عشان اللي أخضر عاكش الجنيه بقى له فترة عاكشة مش تمام يعني والشعب بقى عنده ترومة من لون اللي أخضر عموما وبعدين بالرحعة الضيوفة رئيس الله ليسيئك إحنا خلاص خدنا مناعة وجدتنا نحاسة من كده وما بقى أشيئ أثر فينا دول بقى ناس جاية من آخر الدوني عشان بيحبوا الحياة والزارع والشجر ومشاعرهم مرهفة وأقل حاجة بتأثر فيه يعني يسمعوك بتحكي عن الأخضر وإنت داير تخلع الشجر من الشوارع عشان تعمل مكانه كباري ويلقوه مرمي عند بتوع الفحم وبعد كده لقوه بيتحرق في الجوزة في غرزة شقلشة هيطبوا شكتين وإحنا مش عاوزين مشاكل دبلوماسية عموما إحنا في أزمة اقتصادية وخليك في الأولوية إن توفر نص الميزانية المرصودة وزرع بنجو وهيبقى أخضر برضو حتى نلغي حوار بالحادة إحنا نسميك العسكار الأخضر أو أخضر رجل في العالم السي سي يدعو لوقف حرب روسيا في أوكرانيا مستعد للعمل من أجل إنهائها أنا بقول تاني أنا إحنا مستعدين أنا بنادي باسمكم وباسمي إن سمحتولي بكده إن سمحتولي بكده إن إحنا فلتتوقف هذه الحرب هذا نداء من مؤتمرنا هنا إن سمحتولي بكده فلتتوقف هذه الحرب وهذا الخراب وهذا الدمار وهذا القتل بالمناسبة إحنا مستعدين بالمناسبة أنا مستعد ومش للبحث عن دور لا والله ولكن من أجل العمل لإنهاء هذه الحرب وأتصور إن كثير من القادر الموجودين يشاركون الرأي ده يالله كوكب ما جابش ذكر أحذروا بقى غضبة البلح الزعيم يسكت كتير أه عشان حكيم لكن دسكوت العظماء بتاع الخطوط الحمرة أهو سيبكوا تحلوا وتتصرفوا إنتوا مع بعض عشان مش عاوز يقل منكوا بس إنما هتسوقوا الهبل على الشيطانة بقى وتكبروا دمكوا اسألوا أبي أحمد عن السيسي لما يفوت بيه ويضرب النضارة السوداء هيهريكوا خطوط حمرة واستحملوا بقى وينتهضوا بوتن تحلاف له بالمسيح الحي ثلاث مرات إنك هتبطل لعب العيل ده وتلم الدور بقى مش عاوزين عوق هنا الراجل بتاعنا خلق داية ونبو أزرق أو نويته زرق مش عارف ومحدش يتفلس بقى يقوله مش عارف ايه كان نفع نفسه ولا بتاعه وحل مشاكله مع لحطط له سد على المياه لشعبه بشربه وإلي حتى يتمطع ويحل مشاكل جيرانه في فلسطين وسوريا أو يقول الكفيل كفاية تدمير في اليمن وإلي حتى يقوله روح تشطر على إسرائيل اللي مفرط لها فسرات بلدك من الغاس وبترجع تشتري منهم أم السكينة كنفوطة في محطات الإسالة وشغل عندها بالأجر معلش يعني دي نقرة ودي نقرة هو ليه دلال على بوتن ويضعف سره فأضعف بلحه دا ممكن بشخطة منه وهو لابس له الجاكت اللي على الحبل بيخليه لام صوبيانه ودباباته ويرجعه على موسكو في أول قطر طالع مظاهرة سلمية في شرم الشيك تطالب بالعدالة المناخية للدول الأفريقية حرية رأيي ولا مش حرية رأيي اهو جبتش حاجة من عندي عشان أهل الشر ومروج الإشعاعات اللي بيفتروا على نظام السيسي وبيقولوا انه بلطاجي ومكتف الناس ومش بيسمح لهم يعبروا عن نفسهم يتكسفوا على دمهم بقى ولا يخرصوا خالص لو ايه الداخلية شافت المظاهرة فيها كلمة عدالة ويسابوها عادي ومرانوش المتظاهرين علقت موتا لأ وعجبني التطور الثقافي والحقوقي عند الجحافل من الشعب المصري اللي ساب اللي وراه واللي قدامه وطلق على شرم يثور ويتظاهر بكل جرأة وشجعة عشان يطالب العدالة المناخية للدول الافريقية انا مبسوط ومتحمس جدا صراحة وانا بس عندي يعني مشكلة صغيرة ان عمالة شكل بالجملة من كل الاتجاهات عشان اعرف مطالب المتظاهرين ايه بالزبط مش قادر يحدد والله يعني ايه آليات تحقيق العدالة المناخية دي يعني المنياخة دي هتسفر عن ايه في الاخر شوية هيطلعوا عن نايجر يعبوا شوية حرارة في شوال ومجموعة ثورية تطلع على سويسرا تكمل شوية تلجي في صندوق وتجيبهم مصر ان رخباتهم على بعض وقال لقى النظام وهم بيطالبوا مين ومين اللي هيقول لهم حاضر هنعمل لكم اللي انت عاوزينه عموما احنا مش هنكسر مجاديف الاخوة المتظاهرين يعني جودات في الكار او نظام السيسي قدم السبت وبدأ يسمح بالمظاهرات واحدة واحدة بقى نبني على المكتسبات دي ونعلي بالتدريج سقف المطالب يعني ممكن المظاهرة الجاية تبقى في الجونة مثلا وتبقى مطالبها عدالة توزيع البطانة على كل الفستين مش تركيز البطانة كلها عند راني يوسف بس وبقى الفننات يعودوا من غير بطانة بقى احمد موسى احنا ما بقاش عندنا حاجة اسمها سجون وغيرنا اسمها والساجين بقى اسمه نزيل يا اخي حقوق الانسان ده احنا عاملين استراتيجية العام الماضي يا راجل ده احنا عندنا النهاردة غيرنا كل حاجة في السجون ما بقيتش حتى عندنا حاجة اسمها سجون النهاردة في مصر غيرنا اسمها حتى واباش عندي سجين اسمه نزيل وغيرنا كل حاجة داخل لانه ده مش بالمناسبة ده احنا عشان احنا بنحترم الناس دي بنحترم حقوق الانسان وعارفين يعني ايه حقوق الانسان وعارفين يا حق المحبوز ده اللي موجود في مكان يعني عنيه حكم قضائي تدوله بياخد كل حقوقه تعالوا ونعد البيضات الثلاثة البحر واحدة اثنتان ثلاثة هتبقى حالتهم احسن ومعنوياتهم هترتفع اصدق يعني ما احتمال برضو تفرق الصراحة نفسيا حتى يعني يعني المعتقل لما عمرو يضيع جوا مركز اعادة تأهيل غير لما يضيع جوا سجن ولما اساسا يعرف انه نزيل اصلا يعني مش معتقل ممكن يستحلق كهرباء والتعزيل والزنزانة الغير ادمية لما بيدخلها الشمس ربنا السيستم اهم حاجة السيستم يبقى تمام الباقي شكليات بس وانا من جواي عاوز اصدقك موسى والله عشان انت راجل طيب وابن حلال يعني بس القضية للأسف ان فعلا المشكلة مش في تغيير المسميات يعني انت مثلا لو غير ناسك من بكرة من احمد موسى لصميد ابو دمل هل ده هيغير من حقيقة انك ماينفعش طبعا دي بقت من ثوابة الام على اي حال يعني طالما انت تتكلم عن هو الانسان تبقى صاحبي وحبيبي ونتمنى لك الخير كلنا وربنا اديك على قد نيتك ربنا ساهل الحال ونشوفك نزيل كده قد الدنيا كامل الوزير العشوائيات بتقلم الرئيس واحنا لما بنهد بيت عشان طريق بنأذي واحد عشان نفرجها على مليوننا اللي حتى شايفه ده مش هقول كلمة شكلها ايه ولا الواقع ده شاكله ايه ولكن انا شخصان بيقلمني انا بيقلمني وانا وضيب الناس لك رئيس الحكومة الرئيس الدولة اللي مسؤول عن كل الدولة وبييجي نشوف الكناندف نفسه ده بيقلمه هذا المنظر بيقلمه فلازم لنظر حيات دي انا لما اخد لما اخد النهار ده لو انا بأس 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 المحوة وراء الملك ده ولقيت في بيت ضغط على المحوة وخدت بيت ده انا بالمفهوم الناس انا ازيت الراجل ده طبعا خلينا اقولك انا ازيته بس انا ازيته واحد عندما فرّكت حياة كام واحد مليون واحد تمام يعني ازيت واحد بلغتهم ان انا ازيت واحد وشلت بيته وفرجت حياة مليون واحد ولكن باللغة؟ باللغة أنا بقى؟ لأ أنا ما أزقتهش ده أنا الراجل ده اتعوب عن بيته حتى ولو مخالف حتى لو البيت مخالف ما بنى على أراضي الدولة من النظر ده العجل ده لا يليق لا هو من جهة بيتقلم وشعوره مرهف ده حاجة معروفة عنه حاجة بكامل يعني وإحنا بنحبه من فراغ يعني ده مش بس العشوائيات اللي بتقلمه الغلق والفقر اللي مش هو بالسياسات والسبب فيه خالص بيقلمه الحوادث اللي بيروح فيها الغلاب على الطرق الحقيقية اللي في مصر مش إيجبت بتقلمه برضو الموظفين والعمال اللي تسرحوا وتقطع عشهم في مصانعه وشركاته اللي باعها أو صفاها بتخليه أول طول الليق وبعدين عندك حق يعني تهد البيوت اللي الناس حطت فيها تحويشة عمرها وقعدت فيها مستورة بين أربع حيطان بشكل قانوني ودفعين حق الدولة في مرافقها وواخدين ترخصها من أحياءكم ورؤساءها المرتشين الحرمية لازم تتهد طبعا عقابا ليهم لهم ما كانش عندهم نظرة مبعدية وبيضربوا الوضع وما كانوش عارفين إن الجنرال عبدو كباري جاي بمعداته وقروضه يبدر البلد كباري نحملوا الكباري لمصر لأ وشوف فن اختيار الألفاز قال لك نأذي واحد بس ونفرجها على مليون شفتوش وساخة أكتر من كده هو أنت ليه تأذي أصلا ومين إدك الحق تأذي بني آدم ولو عشان ميت مليون حتى وبعدين أنتو مش بتأذوا لساكنين في البيوت عشان مليون أنتو بتأذوهم عشان ترضوا غرور البلحة المقدسة مجنون اللقطة والشو وتهرسوا العشوائيات أكتر ما هي مدروسة العشوائيات اللي بتقلموا دي عشان بس مش عارف يسيطر عليها أمنيا عشان كده بتقلموا خايف منها واللي من كدر حزنه وقلمه كل يوم يعيط ويحط همه في طيرات وأصور رأسية ومدن طرفهية عشان ينسى المناظر اللي بتقلموا دي وزير التموين توجيهات رئاسية بإرسال مواد غذائية إلى الأشقاء في الصومال طبعا يعني قلوبنا مع الشعب الصومالي وربنا يفك كرب المتضررين من الجفاف يعني أكيد الناس لبعضها بس ممكن لو سمحتوا يعني تبعتولهم وانتو ساكتيني يعني كاتر خير أبوك وكل حاجة وانتو فعلا دايما قادرين تدعمه وتفنجر من أول الصومال لحد أمريكا والدول العظمى في فترة الوابن وده مش لأنكم أهل فضل وإحسان ده لأنكم مكوشين ويهبين في كروشكو كل سروات البلد وده لأنكم بتوع لقطة وفشخرة كدام اللي بتخلي الناس غصبة عنها مع أنها متعطفة مع أهل الصومال تقول لكم طب وأخبار الأشقاء في مصر إيه معاكم منتو برضو مجوعينهم يعني ومغلين عليهم أسعار السلعة الأساسية وبتوقفون بالساعات يستنوا كيلو رز ولا أزازة زيت وحين ما بيلقوهاش غصبة عنهم يعني هيقول لك كاف في نفسك وشعبك وبعدها بروح فنجر على الدول المجورة عشان تخد لك لقطة يا أبو الكرم والعطاء وإنت في نفس الوقت سامم بدن الناس وبتقول لهم إحنا فوقر أول ودولة شحيحة الموارد ومش لقيت أكل زاهي حواس إزاعة الأزان بمكبرات الصوت يزعج السياح تلوث سمعي لا يليق إن كل واحد فيهم هو زير السياح ما أنت محتاج حملة حقيقية لتنوير الناس كيف يتعامل مع السائح ولما ساتل تطلع تقول له اعمل واحد اتنين ثلاثة قبله صح وإن شاء الله عجبني أبراهيم حيسا لما أتكلم كثير جداً على حكاية الأدان ده اللي هو الأدان يعني ما يتعامل جوه المسجد ليه الأدان وسبعين أدان يعني أنا مرة نمت في مينا هاوس كان عندي بحضرة طيام باستجر فانمت في مينا هاوس قمت على صوت الأدان باستوحل عديد يعني بصراحة مفيش في الدين يقول لي أن أنا أعمل أصوات دي كلها طب ليه يعني إحنا دولة سياحية فلازم برضو نحافظ على راحة السائح ففيه حاجات كثير جداً موجودة عندنا لازم نبطلها عشان نقدر نجيب السايح ونبقى ملماً ملماً ملماس سادس دولة في الدول العربية العرامة نحن عندك عندك مقومات سياحية لا توجد في أي مكان في العالم هنا عند دلوقتي الأزام الموحدة وبأصوات جميلة جداً جداً تعامل أزامهم في تعامل؟ لا موجود في أغلب المساجد لا 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 لست فلوصر بعمل أن أقدر أن نعبد سمحت الأصوات من كل الجهات من كل الجهات ما ينفعش ازاي يعني وحتى الأزام الموحدة عملوا الجوة لا احنا كده في مفترق طرق ولازم يعني نوضع حد للمشكلة دي احنا عندنا سياح وعندنا جوامع وعشان مصر تعيش لازم نضحي بحد فيهم انا شايف ان المصلحة الوطنية تقتضي اننا نلغي الجوامع اللي حوارتها كترت دي مرض كده عم حواس كده تمام يعني مش هنلاحق عالسياح اللي هيبوزه من شبابك الفنادي يعني السياح يشتكو لك من صوت الأداني ومحدش اشتكالك من نصبه والاستغلاله والبلطجة محدش قالك ان السايح بيتجرجر على الاسام لو في ايده كاميرا وان الامن بتاعك عكش روبوت وبيته في الحاجز وراسه والف سيف يقر على بقية الخلية المخابراتية اللي بعتها محدش قالك ان السايح بيشتكي من التحرش اللي اول ناس بيقوموا بيه هم رجالة الامن للنظام اللي بتطبيله طب محدش عرفك ان الادان والجوامع وكل المظاهر الاسلامية جزء اساسي من التراث الشعبي اللي السايح جاي يشوفه اساساً دي خبر ابيض على الادان والازى والازعاج اللي بيعمله في الثلاث دقايق بتوعه يا اخي انما عادي الناس تبقى سكنة في الدور العشرين وصوت دوشة الشوارع والديجيهات بتاع التسلم الايادي تطلع لهم لحد قوض نومهم احنا عاوزين نستجيب لدعوة الحاجة حواسة جماعة ويعني ونرضي السياح اللي ما بيزعجهمش الحفلات وقاعات الديسكو وخط ورائع الكباريهات بس بيزعجهم الادان عاوزين نعرف اردوغان هد كم جامع عشان يعني نعمم تجربته في مصر يمكن تزمط معنا المرات نهادة ابو القمصان عن مؤتمر شقيقة علاء عبدالفتاح مارسوا الارهاب ضدي وحاولي اخراس صوتي بس انت هاجميني تي حاجة غير اول ما مسكت الميكروفود قامت مهاجميني وكأنها متمارس ارهاب ضد طب انا اشغلت على قطت علاء مرتين والحقيقة نفس الناس المتضردة من التويتات اللي كان بيشكم فيها الستات بأعضاء لناسولية هما اللي بعتليك يقولولي اذا انت بقيت حوى مرأة وبتتكلمي على علاء تعالش فيك وهما بنا فزاي حوى المرأة منفصلة انا الكلام يا علاء عبدالفتاح صاحبوا منك المايك مرتين فهم واكيدة مش عايزين نسمعوا صوتك مش عايزين نسمعوا اي صوتين مش عايزين نسمعوا اي صوتين خلق مش عايزين نسمعوا اي صوتين يا ضنايا يا اختي مارسوا عليك الارهاب حاولوا اخرى صوتك انت فضل الجملة يعني جرجروني من شعري على السجن واللي بقى متأكدين انك بتتكلمي عن مؤتمر عاملو سيسي اللي جاية من القيارة لشرم الشيخ عشان انت عقصيلي يعني مش مؤتمر عاملاء بنت قاعدة معندهاش فكرة اخوها عايش لسه ولا مات جوا السجن من الاضرابة وبتتعلق زي الغريق باي اشاية تنقذ بها حيات اخوها وابنه اللي ملحقش يتهنى بيه وبعدين الناس معزورة يقلقوا منك انهات بصراحة يعني ما انت تاريخك مهبب ما لازم يسحبوا منك الميكروفون تلاقي حد نبيهم وقال لهم هي دي الولية بتاعت الست مش ملزمة قالك بس هتهبدنا واحدة ايه الدولة مش ملزمة تفرج عن علاء وهتقرفنا معها بقى عموما يعني بعيدا عن الهزارة هو ليه الفجور يوصل لكده ازاي واحدة يكون مجالها حقوق الانسان وعارفة كل حاجة من البداية وتيجي مش بس تطبل بالتطوع دي كمان داخلة تردح وتدلس وتحاول تبوز مؤتمر اللي واحدة عاوزة تنقذ حياة اخوها وبس وبتحكي مع انها محامية في تويتات وبوستات وشتايم وحاجات تدين الواد بقى اثر راجعي فقضية حبس عشان شير بوست واعتبروه بينشر اخبار كاذبة يعني هي عارفة ان النظام نفسه مش رمي في السجن بالتهم دي ولا جايبة سيريتها في القضية اصلا طب ليه الوساخة وقلة الاصل دي انا مستغرب فعلا والله ايه النفع اللي هيعود عليها من ازية انسان بيموت في السجن اصلا طارد النائب عمر درويش من الايجيبشن لاند ده بقى اللي ينطبق عليه حرفيا جملة جاي طبل راحت التطبيل اردد في افاقة تلتهم بس الصراحة انا متعاطف معا مشان كير يعني حضرة النائب المخبر السابق اللي امن الدولة جوا حزب الحرية والعدالة راح يعاني على عماه وهو متعود على البلطجة والصياح وخدوهم بالصوت لان هو ده اللي شافه بتطبع الارض الواقع وافتكر ان اللي لكلها دايرة كرة والناس هتسقف له بقى جواقعها والامن هيرفعه الاعناق وهو بيعمل ملحمة التطبيل الوطنية ويمنع مؤتمر بتكلم عن معتقر رأيه انه اكمل عموما شكرا ناسيات النائب ده يا جماعة نموذج معبر عن اختيارات دولة السيسي واللي عمله بيوفر على العالم كله اي استنتجات اساسا عضو برلمان العساكر يعني يدافع عن السلطة وطب اللها وابقى صوت النظام ضد المواطنين مش العكس ده واللي زيه تمامهم يطبلوا لبيع الارض التفريط في الغاز التسقيف والموافقة على اي قرار جوا البرلمان فطبيعي يخرج المشهد كرة لما يحتكي واحد بالعقلية دي مع ناس برا الزريبة اللي هو بيرعى فيها فعادي بقى قالك المؤتمر مؤتمرنا وشرم بتاعتنا واقتحم مؤتمر تابع للأمم المتحدة عن حقوق الانسان عشان ندافع عن حرية الاستبداد والقمع والحبس من غير تهم يعني فعلا والله الغباء جند من جنود الله الودة ربنا سخره عشان يدي لكلام وشكاوي سناء مصدقية اكتر ووفر عليها كلام كتير اوي شابو يا مخبر نشطها اجانب في مظاهرة بشرم الشيخ رجاء لا تأكلني كن نباتيا واصنعي السلامة واحنا برضو مصريين ما صاحش الفجعة دي بقى كل يوم لحمة كده خليتوا الاجانب قافشوا طبعا انا لو ما كنتش قلت ان المتظاهرين اجانب كنت عرفتوا لوحدكم ان هم اجانب ومصطبحين كمان اصلاحنا مش محتاجين مظاهرة اساسا ده نص الشعب فاكر شكل اللحمة تشاش ويا دوب الافلام والمسلسلات وعمر اديب في فقرة الطفح المعتادة بتاعته هيا اللي بتحيي ذكرى اللحمة عند الشعب بصا جماحنا بنعلن تعاطفنا واتضامنا معاكو في مطلاب كل مشروع مش عشان حقوق الحيوان وبتاعه انتو نصكو بتظاهر ولابس جلده حيوان ما تبوح على جتته اصلا احنا معاكو ضد الحيوانات اللي كانت حقوق الحيوان والانسان على التوازي انتو مدركين انتو وقفين فين اصلا طيب والشعب اللي بتتظاهروا على ارضه ده كيلو اللحمة عنده وصل لكام هو قريب او مش هيقدر يستجيب لي دعوة كل نباتية نفسها احنا مع السيسي بقى عندنا مشكلة مع العيش الحاف اساسا الشيخ خالق كنتاكي الفراعنة اعظم الناس ايمانا بعد الانبياء علشان كده قلت لهم اوعوا تستعروا منكم سولانة فراعنة الفراعنة دول اعظم الناس ايمانا بعد الانبياء طبعا الاغبياء الايه الاغبياء ما هو الشايف الفراعنة الا فرعون وجنوده فرعون وجنوده اللي ربنا غرأهم هو مش شايف غيرهم بس انما الاغبياء مش شايفين مؤمنية الفراعين مين مؤمن الفراعين مش مرات فرعون دي كانت تاه من الفراعنة وهي سيدة نساء العالمين وضرب الله مثلا للذين امرأة فرعون اذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعونة وعملي ونجيني من القوم الظالمين مهي كانت من الفراعنة ولا مش من الفراعنة يا مؤمن يا عم كهن المعبد بقى قرفتنا كل شوية بأم الفراعنة بتوعك دول انت بحسستنا ان امك حفيدة كيلو بطرة مش فاهم انا ايو هم كانوا مؤمنين فعلا بس كل خمس ست نفار بيبقوا اعظم الناس ايمانا بالاله اللي بيعبدو خلاص افضلت الشيخ اخناتون هم كانوا مؤمنين وانت نقيلك اي سلالة وقول انك حفيدها بقى عيلك كده تعبد الشمس ولا الكلاب ولا ام الخلول حتى برحتك بزمتك ودينك يا شيخ المؤمنين دول ما كانوش بيعبدوا الفراعن الحاكم وكم المعابد بتاعتهم دي والاله اللي بيعبدوها دي كل دي ما بتخزقش عينك وهم مؤمنين اه بس بيعبدوا مين لا وحلوة انك بتضرب المثل بامرأة فراعون اللي كانت مخبية ايمانها اساسا عن قال فراعون وعن الناس كلها انت عبيت يا عم مهدال واحده اسبات انها مؤمنة واستشوية كفرة وبتدع ربنا ينجيها من القوم الظلمة دول اللي هم في نظر واحد زيك وده طبيعي يعني اعظم الناس ايمانا وص عشان رياحك بقى ونخلص من الموال ده السيسي بتاعك لو وقف على لسانه حتى مش هنسمي فرعون حتى لو اثبت ان فرعون كان بيصوم ويصلي هيا بلحة لازقت خلاص عاوز انت بقى تعمله قرصة عجوة وتعبده ابرحتك بسمة وهبة سمعيني اهل الشر نمت بارح ولا خدته منوم جالنا زعماء متين دولة هما اللي بيقولوا مش احنا سمعيني واخد بالك الناس اللي هما اهل الشر دو سمعيني يا جميع ولا ايه نمت بارح جالكم نوم انا عارف ان انتوا اكيد مطبقين ولا ايه ولا مش مطبقين قدتوا عباية نمتوا كنتوا ترهنوا على الفشل كنتوا ترهنوا محدش هيجيلنا جالنا زعماء متين دولة الله أكبر عيني على الوطشة لما تعلى وتنسى النار شغال نسيت أصلها وفصلها وهي أصلا زيبا حجة بس ما معلش يعني عشان بس المسائل ما تخصشه بعض بعد التقصيعة دي ومتين تاولة وكوبة كده انت متأكد انك في برنامج سياسي بيخاطب منظمات المجتمع المدني وأهل الشر وكده ولا انت بتكيدي ضرتك عشان جوزها جابلك حلق هدية وما جابلهاش احنا عاوزين نهدي الأجواء يعني والطيب أحسن ده الحقبة الزمنية بنت الحقبة اللي احنا وقعنا فيها دي جد عان مخابرات السيسي فلست خلاص وبتستورد نسوان كيادة تخمس وتكبر في عين أعداء الوطن المدورة وبعدين هم أهل الشر عادي يعني لما النوم بيكبس عليهم بينام عشان يصحوا بدر ويلحقوا اجتماع المجلس الأعلى للعالم قسم التآمر على فشقة الرئيس نشوف البرجرامة ايه النهاردة بقى طب منين انت بس على سيادة النايب اللي اتخذ من قفاء واتطرد من الإيجيبشن لاند دي الحاجات اللي بتأثر على النفسية والطاير النوم وبعدين خير ان شاء الله عملوا ايه زعماء المتين تاولة دول الاسعار رخصت المستشفيات اتطورت التعليم بقى فلة الدولار وصل لتسعين قرش انتوا بتطعطوا ايه في مدينة الانتاجة جماعة احمد موسى موضوع علاء عبد الفتاح مصري قضائي بحت ومحدش على رأسه ريشة الا السيسي والسيسي ما بيدخلش في عمل القضاء علاء عبد الفتاح ارتكب جريمة سواء كان مواطن مصري امريكي انجليزي اي جنسية حول الارض ارتكب جريمة وحسب عليها يعني مش عنده جنسية يبقى على رأسه ريشة مفيش حد هنا على رأسه ريشة في مصر مصر دولة القانون تطبق القانون على الجميع الموضوع مصري قضائي بحت الامر في ايد القضاء المصري محدش ياملو غير القضاء هو متهم محكوم عني في قضية جنائية هو انتم بتدوروا على ايه يعني عايزين رئيس الدولة الداخل في القضاء ازاي وانتم بتكلموا على دولة قانون وبتكلموا على الديمقراطية ازاي بتكلموا على الديمقراطية وعايز رئيس مصري الداخل في القضاء المصري خسنا خسنا عندنا بيضتان تعالوا نعدهما خسنا اللي نبدأ واحدة اثنتان ونعد وانتم عرفوا دالي تنطوي بعيت لك السلام من تربته وبيقول لك ما تعرضهاش او كده موس بلاش تتك او في حوار القضاء اللي ما اخزها المستقل ده دنيا الرجل عيني تعشى وضرب الكلسون وشير باللبن ودخل ينام لا اللي بيصحيه بيقول له ام يضع لقلمازة الطائرة العسكرية وقفة وهتلينى الامريكان اللي حباسهم دلوقت بالخطوة السريعة اهو ساعتها القضاء بتاعك ده صحي تاني يوم يسأل على المتهمين اللي لسه بيحقق معهم قالوا له كل سنة وانت طيب يا مستقل اجيب لك اي حجازي من الدرج من السيسي بتاعك اللي ما بيدخلش في عمل القضاء ده طلعها هي وجوزها لما ترامب شاور له بصبع رجله صغير لو يقولك على مسجون جنائي بصرف النظر عن انها جنحة اصلا وتهمة واسخة من تهم المتفابريكة بتاعتك ولمجرد انه مشير بوست في حد في العالم جدعان يتحبس عشان شاير بوست وبوست عن معتقل قتلتوه جوه السجن ومش بتاعه حتى ده عمله شير يعني ايه الجناية بتاعته مش فاهمة طب هو الجناية ما بيطلعش يعني والسيسي ما بيدخلش في القضاء ومال ايشان طلعت مصطفى ونخنوخ ومحسن السكري خرجوا بعفوا ليه مدلس كان عليهم كمبيلات عمر قديب عن طالبات الازدال في الدقة الهلية ينفع ده يبقى شكل مدرسة هيتعلموا ايه وهيطلعوا ايه اما يكون في مدرسة في مصر الطلبة فيها البنات لابسين لبس مش موجود في الثقافة المصورية يعني ليس موجود يعني مش هو ده يعني مش هو ده الحجاب حتى اللي احنا بنلبسه مش هو ده شكل التحشم المصري مدي على مش عايز اقول بلد يعني شكلها غريب جدا ان طابور الصباح هتقول لي عمر طب ده مدايقك في ايه مدايقك ان ده طريق تربية انت بتطلع ايه ده يا واحد افتح الصور ده شكل مدرسة في مصر ينفع ده يبقى شكل مدرسة في مصر كده الناس وده بتاعنا احنا بنلبس كده دول بيتعلموا ايه دول حتطلعهم ايه ايه عمر هدي اعصابك يا عمر نلبسهم لك بكيني حاضر لو ده هيريحك يعني وبعدين بتسأل هتطلعهم ايه وهيتعلموا ايه يعني هو لو البنات جوا المدرسة في مصر في عهد السيسي واقفين لبسهم الرسمي حملات وميني جيب هيطلعوا ايه تعليم جوا وطن ضايع يعني ده مع ملاحظة ان المرة دي اللبسه هيعجبك وهتطير بايه وبعدين هو ايه تعرفكوا تحديدا لللبس اللي موجود في الثقافة المصرية عشان نفهم بس ما هو انت لما بتستضيف رقاصة ولا ممثلة منزوعة البطانة في برنامجك بتلبس لبسها اللي متعود عليه ثقافتك وثقافتها وتربيتك وتربيتها ده بقى اللبس اللي موجود في ثقافتهم هناك في قريتهم ما اخد بالك اللي انت لو قعدت مية سنة لا هتفكر في حال مدرسهم ولا حال اهليهم ولا الطريق المقطوع اللي بيمشوا فيه رايحين جايين على مدرسهم ولا هتعبرهم اساسا كل اللي ازعجك وازعج الشلة في الاعلام ان البنات مغطين نفسهم مع العلم بقى عام الديمقراطي العلماني المدني ان المدرسة اللي مش عجبكم منظر بناتها دي اللبس فيها كده من 2015 وباختيار حر ديمقراطي من مجلس اباء المدرسة والمدرسة اصلا اللي انت مش عارف هيتعلموا فيها ايه دي ما انتش عارف ولا حد من الاخوة المتشنجين عارف ولا همكوا تعرفوا اصلا انها متصنفة ضمن اوائل مدارس الجمهورية كل سنة وفيها انشطة فنية وثقافية ورياضية شفتوا بقى ان الازدال اللي مش عاجب الشلة اللي عاملين يهوهو على الصور دول ما مناعش البنات انها تدرس وتتفوق لها طبعا مش هتشوف ولا هتفه لان انتوا قضيتكم اللبس اللي مش لايق على دولة السيسي مجدد الخطاب الديني البلحاو الجديد سامح شكري اقحام القضايا الداخلية في قمة المناخ شيء مؤسف مع الوزير هل تعتقدون انه كانت هناك محاولات من قبل البعض لتسيس بعض القضايا الداخلية في هذه القمة طرح موضوعات تتعلق بناشطين طرح موضوعات تتعلق بحقوق الانسان هل يعني كنتم تنتظرونا ذلك تتوقعونه يعني كان فيه بوادر بانه ربما يحاول البعض استغلال هذه المناسبة وتسليط الاضواء على مصر لنزع العائد المعناوي لانه المجتمع الداولي وضع ثقته في مصر في الحقيقة هو شيء مؤسف وشيء ليس في محله ولا يجب ان يتم قبوله بأي شكل من الاشكال انا حزينة 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 تتقو عندما يتعلق الامر بحقوق الانسان فلا تحدثني عن حقوق الانسان ما لك يا شكري انت بتعيط طب يا عمي ما انت كنتم بتعملوا مؤتمرات شباب ريوش هكذا وبتنصبوا الزينة في حنة شايماء وبتعزموا شوات مقاطيع يتعشوا وفشخت الريس يمسك الحديدة ويديكوا أفاة وهاتة كهارية في اي زربيح كان لزومها ايه بقى قمة عالمية وفوت دول ومنظمات وصفرة ومسؤولين دي ما بقيتش قمة مناخ دي تنتم تتعمل من وشك ووش رئيسك جزامة يا جدع أمر مؤسف ايه بمكروفونات ده الطبيعي في اي مؤتمر بس انتوا البطحة على راتكو مدايقة خلقوكو شوي ما حد يسضربكو يعني على ايديكو خليكو تتسحبوا من لسانكو وتصرفوا مليارات وتفتحوا سدريكو كده على الناس مش هتاكوا من الأوانطة دي ما هم جايين وعارفين إن أشهر حاجة عندكو الانتهاكات ومعتقلين الرأي والسياسيين والصحفيين لا عندك باعتراف رئيسك ألف مرة لا تعاليم ولا صحة ولا صناعة ولا إنتاج هيحكم عاك في ايه ما دي بضاعكو وهو ده تمامكو تتهزقوا بره وجوه عادي يعني خالد الجندي بيقول لك اللهم لا شماتة أنا بقى بقول اللهم شماتة في أعداء البلد يا أخي أنا واحد بحية بص أنا يعني بشعر بشماتة في أعداء هذا البلد معلش يقول لك اللهم لا شماتة أنا بقول بقى اللهم شماتة في أعداء هذا البلد لأن ربنا بيكسفهم كل كسفة وكسفة والله العظيم يعني عاوز أقول لحضرتك بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا بينقل هذا البلد من ريادة إلى ريادة تمنوا لمصر الفوضى والخراب وإشاءة إرادة الله إن ربنا يجعل مصر رمز للأمان على مستوى العالم باعتراف ملوك ورؤساء 120 دولة كل ملوك ورؤساء العالم جايين يبصوموا بالعشرة إن مصر بلد الأمان بفضل الله عز وجل تمنوا لمصر الفقر المالي البلد جالها خيرات وماء وأمطار ما جاتش من مئة سنة تمنوا لمصر إن جيشها ينكسر إن الجيش بتاعنا كان ترتيبه 16 عام بقى التاسع على مستوى العالم والله تمنوا لرئيسنا إنه لا يوفق في أعماله أو خلافه والحمد لله دان له رؤساء العالم وملوك العالم بالإنصاط والاهتمام والترحيب والموافقة والتبجيل والشكر والعرفان بفضل الله تبارك وتعالى أيها برضو معرفناش دلوقتي يعني رأيي أم فضلتك النهائي إيه في موضوع الشماتة نفسه يا جوز أم لا يا جوز عاوزين فاتوى مولان ما الناس لما بتفرح وترتاح يعني لما أي ظالم ولا فاسد فيكو يتقلب ولا تجيله مصيبة بتطلع تولو العدين اللي راح والأخلاق اللي ضاعت وتقول الشماتة حرام والشامت شخص مهزأ سمال على ما قامك يعني دلوقتي الشماتة حلوة وعليه سكر وبعدين ما تركز عمل حج هما فين أعداء البلد بالضبط اللي انت شمتان فيه يعني العالم كله تمنى وقوع مصر واقتصاد مصر وجيش مصر اللي هوزت نفسه بعضمة لسانك هو العالم اللي قد بتوعه جايين فرح العمدة لنصبه السيسي فانت شمتان فيه ميه وإيه الكوارس اللي حلت بأعداء البلد عشان السيسي عمل مؤتمر تهزأ فيه هو ونظامه عملة الأعداء واعت وضربت غطس في التعويم ما مطلعتش مثلا السياحة والصحة والتعليم نهارت عند الأعداء قفلوا المصانع واراضيهم الزراعية بارت مثلا يعني ده احنا المفروض ننظم فعاليات للشماتة في مصر كل سنة أي حد عنده طاقة شماتة مكبوتة ييجي يشوف مصر برئيسها وإعلامها ويسمعك انت شخصيا تلات دقايق وهو هيقضيها شماتة لما يورم عمر أديب عن الاتماس أسرة علاء عبد الفتاح للإفراج عنه أنا رأي واضح مصلحتك ثم مصلحتك رأيك الواضح أنت هتستعبط عمر هو أنت ليك رأي أو عندك رفاهية أني كلك رأي أو فكرة أو رسالة بره سكريبت السامسونج هو فين بقى رأيك ده مش ده علاء اللي كان رأيك الواضح من زمان أنه متطرف وأناركي ومحبوس بشكل خانوني وحبسه أصلا في مصلحة البلد مش ده اللي محبوس جنائي وما تنطبقش عليه شروط جنة البلح في العفو الرئاسي دلوقتي حورتاجي بعد ما السيسي قاعد مع رئيس وزراء بريطانيا ومع نانسي بيلوسي بتاعت الكونجرس وبعدها بالصدفة الالتماس اللي بقى لهم سنين مقدمين غيره عشرين تلاتين مرة بقيت تعرضه في برنامج كده عادي بعد نص ساعة من وصوله لأوا ترمي كلام عن مصلحة البلد عشان تبرر للناس إن حنفي هيجيب ورق ريب عموان نسأل الله التسهيل وربنا يفرج على كل المعتقلين اللهم ينجزوا بقى ويننفزوا التعليمات عشان الوات تعبان واحنا هنشتري منك عمر وهنمشيها توقعات وقراء مش حالظ ظابط اللي قالك أحمد موسافي بث مباشر من ميدان التحرير فين الجماعة الإرهابية مساء الجمال مساء الجمال مساء الجمال هنا ميدان التحرير زي محضراتكم بكتابة فين فين الكلاب فين كلاب بتوع جماعة الإخوان الإرهابية هو أنت متأكد أو من حكاية أنه مفيش كلب في الشارع دي يا موسى والله جماعة ما فيه نظام باقس ومرعوب ومخوخ كده أبدا عشان يبقى الكائن المريب ده وجهته الإعلامية هو اللايف اللي كله عبارة عن سرينة عربيات الشرطة وشوارع ترمي الإبرة فيها ترن بعد صلاة الجمعة في أكبر ميدان في مصر دي علامة أن الوضع طبيعي والناس تمام عايش حياتها طبيعية هو ما شاينك أصلا أنت تحديدا في الشارع بأمان ده أكبر دليل على أن الناس لا يمكن هيتسمح لهم أنهم ما يعتبوا الميدان اللي أنت عمال تصور طريقه الفاضي ومحلاته اللي جايبه ضرافها هو ده يعني الرضا الشعبي من وجهة نظر النظام الروبوت الشاقي ده هو اللي خلص الكلام ونزل يفتش بنفسه على الإخوان وما لقهمش نزل يعمل صورة لوحده كده ويجري ورا الأشباح في مدان مفتوح لكل طبال ومقفول على الناس أنهما يعدوا منه حتى هو اللي على راسه باضحة بيخاف من التهويش أو كده سيسي متينش يا فكرة أسدالة فيه إيه أنت بتشطب خلاص بس يعني مش هتيجي كده خلاص روح شوف مين عندك اشتغلك باليوم ده وجمة كده لسه تقيل جايور إليسا تعتذر عن تويت الدعم لعلاق عبد الفتاح كنت فكرة لبناني آه إليسا فيه مش عاوزين عاوى الله يا كريمك إحنا جدتنا لسه مسلمتش من نخ تكشيرين أنت حورتك وكترت ليه لا بس الشهادة لا المبدأ نفسه يحترم يعني يعني جميل لما الواحد يرتكب غلط شنيع زي ده يرجع صلح غلطته ويعتذر عنه والستة كانت فاكرة على لبناني فلازم تدعمه لو مظلوم ما كانتش عارف يا جماعة أنه مسجون مصري معتقل ظلم في سجون السيسي اللي هو يتحرق عادي حتى لو مظلوم يعني واطلع تزر كمان على وزة الشطان دي واطلب من الجمهور يسمح أصيلة حاجة وزير الرئي يؤكد استعداد مصر لتقديم خبراتها في إدارة المياه لأشقائها الأفارقة يعني هو الخبر مش واضح فيه بالظبط نوع الخبرة اللي هنقدمها للأشقاء في أفريقيا في حكاية إدارة المية تحديدة أصل الخبرات كتيرة قوي يعني يعني هنعلمهم مثلا يمضوا إزاي على اتفاقيات تضيع حقوقهم أصلا في المية هنعلمهم إن ربنا ما بيحبش الكتب وإن اللي يحلف لازم يصدق لحسن الكتب يروح النار نعرفهم إمتى يشقوطوا ويحطوا خطوط حمرة وإمتى يمسحوا الخط ويعيطوا ويسقطوا بالأرض يحللهم مشاكلهم لما يعقوا وأول ما نغرقهم خالص ونخربها لهم تبدأ بقى مرحلة نقل الخبرات في معالجة مياه الصرف بقى أو مش لازم ننقل خبراتنا كلها يعني إحنا اللي معتلوم الشيخ علي جمعة مسؤول فتوى المجاري بالديارة المصرية أحمد موسى يرقص رأسة المجنونة احتفالا بالولحاجة كل التحية لشعب مصر العظيم في كل مكان شكرا لشعب مصر ولكن قبل ما أبدأ نقرأ الفاتحة على وداع ودفن كل منتمي لإصابة دماعة الإخوان الفاتحة على أرواحهم جميعا وبدعناهم وخلصنا واستريحنا ودفننا ورمناهم ودفناهم دفناهم خلاص شعب المصر النهاردة قال كلمته وأي كلمة وأي كلمة سألنا نقص السيدوس تعالوا نعد نعد البيضة الباقية لنبدأ واحدة ما داخل ما داخل طيب ليس عندنا البيضة طب الفاتحة مرشي انت مش قلتها تقراها ولا مش حافظها زي وزير الأواف عموان هو قبل ما نرد على قاله حد يا جماعة عنده فكرة الحركات الرقصة المريبة دي تبع أنهي فولكلور بالزبط ولا هو ما كانش نوي يرقص أصلا وطلعوه على الهوى هو عنده مغس ولا إيه الحكاية ولا هو بيأكد نظرية إنه روبوت مش إنسان يعني حظاب تسابه فترة كبيرة على الشاحن فالسلوك ساحت الإقاع في حتة وجسمه في حتة تانية خالص بس أنا صراحة اسمحه يعني أحيي أحمد موسى بصراحة لأنه هو خير مثال على القاعدة اللي بتقول fake it until you make it الرجل لا يمتلك أي شيء بس ما بيتكسفش ما بيعرفش يتحرك حتى أصلا بس مش عيب بيطلع على التلفزيون ويفرج الناس كلها عليك ما علينا سواء أكيد بعد الحلقة دي دخل الصيانة يعني وهيصطبوه من جديد وهيرجع زي ما استوردوه بكارتونة مش مشكلة ما هو منه فرحان والفرحة حلوة بس اللي أقول لها موسى معلش يعني هي الفرحة لما بتكون هستيرية كده مش ده معناها مثلا ان يعني كان سابقها خوف هستيري برضو طب كنتوا خايفينهم قلقين ليه وانتوا عارفين ان المئة مليون شعب واعي وعظيم كده ولما هو شعب واعي ودفن الشمعة الخيبانة بتاعتكم اللي اسمها الإخوان فرشقتوله في كل شارع عربيت شرطة ليه بدرتوا المخبرين في كل حتة ليه ورعبتوا الناس تنزل الشارع في يوم أجازتها ولو فرضنا ان الأسبوع الجاي كان فيه دعوة جديدة هيبقى مين اللي دع عليها وانت لسه منزل الناعي الرسمي للإخوان اللي ادفنوا خلاص عمر قديم نصيحة صادقة ما تصرفش أي حاجة غير ضرورية خليك في التكير فلما دول يجرى لهم كده لما يوم قاوي يوم لأ هو عنده إضراب في المواصلات في فرنسا إضراب في المواصلات في بريطانيا عنده كل ده يبقى انت يبقى عندك ايه؟ نصيحتي صادقة والآن قد ظهر ما كنا نقوله نخبالنا من مصارفنا حي يقولك واعنا لأيه لازرف خالص دع لأ خلق ماشي حاضر فهمت بس في قدرة على إنه لو سمحت ما تعملش أي شيء غير ضروري أرجوك لا تفعل شيء غير ضروري لأن الأيام القادمة صعبة جدا عايز تصرف يا باشا عيش أرتك رزق ناس تانية إنما تمواطن عادي خليك في التشكير والله يا عمر يعني شكرا على النصيح صراحة جاية في وقتها يعني شعب المصري فعلا مصري في الصراحة والتبذير خسرنا كتير شعب ييده فرطة أو في الحاجات الهايفة ومضيع فلوسه على السلعة الترفيهية زي العيش والأكل والشرب والمواصلات وفواتير المية والغاز والكهرباء لازم يحس بالمسؤولية بقى ويتحمل نتيجة أخطاقه في تحرير سعر الصرف وتعوم الجنيه والخروض اللي بالا نفسه بيها دي وبعدين ايه تيك كير دي يا عمر انت ليه محسستني أنك بتكلم أمك في التلفزيون عموما أنا يعني متفق معك في إن رجاءا بلاش أي شيء غير ضروري بلاش مثلا طائرات رأسية بلاش أصول رأسية قروض رأسية عواصم جديدة رأسية جمهوريات رأسية صفقات أسلحة جديدة رأسية مثلا يعني عمر قديب لم يحدث شيء وأنا حضرت كل الحداشر حداشر وحضرت كل الجمعة الناس ما بقتش تحب المظاهرات لم يحدث شيء ثلاث كلمات لم يحدث شيء إن أنا ما اتكلمتش عن حداشر حداشر خالص خالص الناس كانت حتى تستغرب خالص لم أذكره من قريب أو بعيد سين لماذا لم ينزل الناس البلد دي يا جماعة عندها عقدة من المظاهرات وعقد عقد قريبة يعني عقد إحنا بنتكلم على بلد في 7-8 سنين فيها ثورتين بمظاهراتهم بقتلاهم بسلطاتهم ببابا غنجهم فالبلد دي اتعورت مظاهرات يعني اتبهدلت مظاهرات فخلاص محدش بقى عايز يستدعي الزكرة دي تاني اه الناس ما نزلتش وانت كنت واثق انهم مش هينزلوا عشان ما بقوش يحبوا المظاهرات مش عشان الناس عارفة ان مش بس المظاهرات ممنوعة ده الكلام ممنوع والنفس ممنوع مش عشان المخبرين مستنيينهم في الشوارع يقلبوهم ويفتشوا موبايلاتهم مش عشان عارفين ان فيه بلطاجي محمي بالأمن اللي مترشق وسحلوا معاه في كل مكان حول من حق كفلوا الدستور والقانون بالتظاهر والتعبير عن الرأي حولوا التهمة ترمي صاحبة في السجن وفصلوا قوانين مخصوص تمنعوا وتجرموا يعني انت لما كان حد يسألك ايه اللي هيحصل في 11-11 كنت واثق ومطمن ان الشعب مش هينزل عشان ما بيش حاجة تخليه يعمل الحاجة اللي كارهها دي اللي اسمها مظاهرات مش عشان انت واثق ان البلد محكومة بالحديد والنار ورئيسها عنده هسهس وبيحسس على الرقابته لو ما بيجي له هاجس بس ان المادين تتفتح للناس مرة واحدة عشان يعرف فيها حجمه الطبيعي وكره الناس ليه والحكم وقديه انتظروا ما سيحدث فيه ابريل المقبل الخبور الاقتصادي هانجنينة يكشف مواعد استقرار الدولار مش لسه بدري شوية على كتبة ابريل أجد عنه ده احنا لسه في نوفمبر حتى لا معلش يعني نحترم التخصص بقى الكتبة تيجي في معادها نتعلم من اخوه اللي استاذ الوادي يوسف الحسيني قال له 15 سبتمبر اللي معاه دولار يطلعه له كل اللي كان معاه دولار ساعتها طلعه له فعلا عشان كان فيه مصدقية عموما احنا هنعدي هالو حتى لو كتبة ابريل يعني عشان حاجة واحدة بس ان الراجل وصل به التفاؤل ان احنا هنفضل عايشين لحد ابريل اللي جاي وده حاجة تشفاعله الصراحة وبعدين هو ما قالش هينزل هو قالها يستقر وده خبر لوحده كده يطمن يعني ممكن يتجوز ويفتح بيت ويصطر ع الجنيه اللي هاتك عرضه ده عمر قديم هل كان حد يتخيل ان في أوروبا ممكن التلفزيون يناقش ليه مهم انك ما تستحماش كل يوم هل انت متخيل ان في الغرب ممكن كان يبقى فيه عنوان انه انت ليه مش مهم تستحمى كل يوم يعني انا لو جيت النهاردة جبت لك اتنين خبراء والخبير ابراهيم محمد والخبير سيد علي الاتنين موجودين معايا عشان نعمل حلقة انك مش مهم لازم تستحمى كل يوم يقول لك هو عمر بيعمل ايه هو عمر عايز يقول لنا ايه ابتدوا يقولوا للناس انه استخدام الدوش بطرق غريبة ممكن يؤثر على النظر ممكن يؤدي كلام بقى لو انا عملته هنا ايوة اضحك علينا بقى عشان ما نستخدمش مياه كتير يعني انت بتستحمى كم يوم وكم مرة بره جدين دوش يوم قوي ملاقة والريحة مش قدي كده يعني شوية بتاع صابونة لطيفة يعني ايه نستحمل بعض مش لازم حومك كل يوم ايوة عمر انت شغلنا بحمومك ليه مش فاهم انا يعني انت مش عاوز تستحمى او ما بتستحماش وغوناتانا ده حوار يخصك ويخص المدام ما تاكلش دماغ نحن ده غير انه ثبت علميا ان الشخص لو من جواه نجس مش هينضف حتى لو استحمى كل ساعتين وبعدين امودلس ايو الناس في اوروبا او في اي دولة محترمة واي اعلامها مش مهزة بيتنقشوا في كل حاجة من اول تهزيق الرئيس والحكومة لو غلطه لحد حوار الحموم بس الفرق بينهم وبينك ان هما هيجيبوا دكتور محمد يتكلم عن الحموم في برنامج علمي مش هيجيبوا يقول للناس ما تستحموش في طوك شو سياسي لغرض سياسي مش هيعملوا زي ما انت بتعمل كده يعني تجيب خبر من موقع بتكلم عن نظرية علمية ان جلد الشخص بيبقى عليه انواع من البكتيريا منها اللي مفيد ومنها اللي ضر فالحموم بالمواد الكاموية اللي بنستخدمها كل يوم بيموت المفيد والضر قاد الفرق بينك وبينهم هما بيتكلموا بشكل علمي وانت بتعمى صاطب وشغل فسح وعاوز تدلس عن الناس وتقول لهم ان الحالة الاقتصادية صعبة في اوروبا لدرجة ان هما بيقولوا للناس ما تستحموش على اساس ان اوروبا صحرى وعندهم عاجزة في المياه يعني فسعرها يغلق بسبب ازمة الطاقة اصلهم بيستحموا بجاز الاعلام يحتفي بانججيه السيسي ونانسي بيلوسي في شرم الشيخ الركة على الشطارة زيك والمهارة عشان تبنوا العمارة انا ليهمني حاجة واحدة بس واحب كررها وبروزها واعمل عليها استريف الانججيه ثم الانججيه ثم الانججيه اه رايس يا نمس مش كيره يا جدا امسك نفسك شوية يعني طب والحق انتصار نظامها ايه في الموضوع ده سألت ايدها كيره خالص قال انت يا ولا غيتك ايه في النسواني الكبيرة لا قول صراحنا نم الحوار ده لطيف او اخوان يعني وخصوصا لما نلاقي الصورة دي وتعليقات الاعلامين والمواقع المصرية عليها يعني تحس ان هم قربوا ينزلوها ومعها زفها بلدي بالمزمار وكله داخل ينقط العريس مع ان المشهد شبه المرشدين السياحيين اللي بيشقطوا الصياح العواجيز عشان يقلبهم في فلوس ويقولك ان ده دليل على قوة شاكيم الطرح النخلة بتاعنا ده وان ده دليل على اننا حلفاء لامريكا صورة تخزي عين اهل الشر يعني واتكدهم بقى وهم لا حلفاء ولا نيلة ده واحد دلدول ومتسول وعنده اللي يبيعه ويضحي بيه اللي تحيمة صالح هو بس كرة شوف هتضحي بايه وهتتنازل عن ايه وهدعمك ماشي عشان التمن حتى لو هتبوسني مش هتأنجزني يعني عادي مع انها عادي جدا طلعت بعدها تصورت مع سناء سيف اللي فتحها ومخلية اللي ما يشتري يتفرج عليه وعلى نظامه بس الاعلام هيتجاهل دي زي ما تجاهل انه أوباما بتاع ناوز ناو كان ليه صور مع مبارك وهم مفشوخين ضحك وآخر انسجام وبرده كانوا بيقولوا حلفاء وزي السامن على العسل عمر أديب زيارة بايدن كانت بردا وسلاما ومصر جابت جون عشان اللي بيقولوا عمل لنا ايه مؤتمر المناخ النهار ده بايدن جي برده ايه وحنطلع علاء وحندخل علاء ايه عمر اسم الله عليكو يا أخي بردا وسلاما ايه كفى الله الشر انت كنتوا خايفين من ايه مش اشباحهم سيطرين هيالي كانت سخنة ومشا عليلا وزيارة بايدن نزلت عليها بردتها مش فاهم انا وبعدين تاني حكاية اللي جوان تيتم تحرمش هو مش السيسي جاب جوان قبل كده وطلعك كلها اوفصايد بشهادتك انت اللي مفيش مرة بتطلع لو تقول دخلين على ايام سودة ايوة يعني الناس اللي بتسأل عمل ايه مؤتمر المناخ لسه بتسأل والله هو اصلا كل نتائجه انه مبقاش اسمه كده اساسا بقى اسمه مؤتمر علاء وسناء ودي اهم نتائجه انكم بنفسكم جبتوا التهزيل لنفسكم بنوابك والجهلة بوزير خارجية مدهب اللي مش عارف اذا كان علاء معجن سيئة البريطانية ولا بقى بنهدك وبأمصانك عملته لعلاء وسناء والعيلة كلها اللي بقى لهم سنين مش قادرين يوصلون الناس في العالم كله شافت بالدليل انكم شوية بلطجية وخير يعني انت بتطمن ان بايدن اداله نصف مليار دي لوحدها حاجة كركب البطن وتخلي الناس تسأل يا ترى المنيل ده بعله ايه وايه هيكون مردودها يعني على الشعب عشان نفرح بيها ما هو كالعادة هيفرتكهم في قصرين ولا تلك كباري وبالباقي البان السيسي اصدر قرارا جمهوريا بشأن اميرة سعودية وشقيقها سمح لهما بمعاملتهما كمصريين في تملك الاراضيين ايه ده هيعملهم زي المصريين هينموتهم يعني ولا ايه والله اصدوا انه هيملكهم الارض ويرجع ياخدها منهم ويطردهم منها عشان هيطلع عندهم بكبري ما تخوفش الناس منك رئيس دول مهما كان جايه من طرف الغالي كافيلك المنشار بس الجد هو ايه كوفتا اللي محتاجه قرار جمهوري استثنائي ده اول مرة يطلع في التاريخ يعني ما اللي معاه فلوس يشتري ويتملك ما يشتري ثم انت مالك متقمص دور المقاول كلا ليه هي دي كمان حاشر مناخيرك فيها عشان تنوي الرضا انت مش عملت بيع اصول الدولة جملة وقطاعي لكل عابر سبيل بحجة الاستثمار عقبال ما ترضى كده على المصريين نفسهم بقى وما توقفش للناس المراكب السايرة وتعامل المصريين نفسهم معامل السمو والاميرة فيديو مسرب من اليوم السابع لتلقين فتاة كلمات لمدح انجازات فشاخة الرئيس طبعا المشروعات اللي هو عملها جميلة جدا طبعا المشروعات اللي عملها جميلة جدا زي الطرق الجديدة اجد عم مش كده بقى بس شغلنا بازت خالص والله انتو بالطريقة دي هتخلو السيسي يصعب علينا والله ده ايه البقس والفشل وقلة الحيلة دي ما تعرفش السيسي ده ربنا مسلط عليه غباء وانا مسلط عليه الغباء اللي مشغلهم والذي دعوت ولية زمان وساعة عصاري قالت له روح يا شيخ ربنا يدحك عليه خلقه نظام معالفلوس والدولة كلها تحت اشارته ومسلطة على الاعلام كله ومش عارف يجيب حد يقرسله او يقول كلمتين حلوين في حقه من غير تلقين ولا تحفيز يعني الواحد والله لا بيلوم على البنت ولا بيلوم على حد على قد حاله ولا موظف غالبان متهدد في اكل عيشه اللوم على الفجر اللي مهما نفخ ودلسه هيبضلوا فشلين مهما عمله دومتم مهزئين ومفضوحين ومدحكين العالم عليكم فيما عنده زلك فجول شيء في مصر على وضعه انا ما بخافش من حد وما عدتش هخاف خلاص انا اتخانيته جدت اخري جزره وجطمها جحش وبس اه بش عم سامبو اه الاس عايزيلك عم سامبو بس اه زيكو باشي صحيح معاني صحيح معاني صحيح معاني فضل صحيح معاني فضل اوه خيلي باشي انا عزيك في المتين بس ده في حاجة لا 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 اكمل على الفيديو بتتعاج ده فيديو بقى عامل نص صحابي عادي لا بيتفندر عادي مدي اسمعش ماشي مهد اصحابي انا اكتلم مع اصحابي عامل لايب مع اصحابي اتكلم يا باشي ماشي اه فا فيا جبعة احنا بنقول ايه اه اه هو وكل على طول ماشي ورجع اللف من وراء المازلية بس مش عارف ما في حاجة لا 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 خمس ده بس كده نكرم معك شوائي واع كده نفك الله او ماشي تبعك في الفيديو عادي لا لا كم كم اصحابي فا جماعة اولاد الكلب بيتكلموا وقولك ما عرفش ايه ونزلين فين وبتاع وقلت ادب ايه انا بتدوله المزادية يعني على الصورة عامل لا ام الصورة عامل بتدوله ايه انا المزادية لما كل يلعلم زاد هو عندنا احنا بس وليه باشا لليك يفهمه كده هو باشا ما عندناش بس ده في فرنسا وفي امريكا وفي تكتير تكتيرية دي ولا تكتيرية دي فهي زاد في كل وماشا ده زاد على المستوى العالم وعنده احنا بس بس انا اللي ولاد كل توجوتك هنا ايه عشان نحافظ على البيئة وكده وضد اه عبدالفتاح وبدعم عمرة عفيفي اسمه عمرة عفيفي احنا هنا ضد عبدالفتاح وبندعم عمرة عفيفي وان اللي حصل مبارح لما هو اضطرد للمزيد من الطاقة الاجابية المحافظة على الهجرة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان نوصلكم إشعار بالحلقات الجديدة ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقة الإيجابية دي من خلال اللايك والشير أقولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم